الرئيس السابع والاربعون اهلا بكم بعد عشرة ايام من انتخاب الرئيس الجمهوري لولاية جديدة فريق ترامب يتشكل على وقع سيطرة جمهورية وشيكة على السلطتين التنفيذية والتشريعية كيف تسير الامور وما هي ابرز الاسماء التي قام بتعيينها او ينوي ان يكلفها للاشراف على ادارته اذا في التفاصيل اعلن الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب انه يعتزم اختيار حاكم ولاية نورد داكوتا داك بيرغم لتولي وزارة الداخلية وجاء اعلان ترامب خلال حفل اقيم امس بفلوريدا مضيفا انه سيعلن رسميا عن ذلك اليوم الجمعة وكان داك بيرغم قد ترشح ضد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة قبل ان ينسحب ويصبح من انصار ترامب ويظهر في فعاليات جمع التبرعات ويدافع عنه على شاشات التلفزة كما اعلن رئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب ايضا انه اختار المرشح المستقل السابق للانتخابات الرئاسية روبرت اف كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الانسانية قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ان سلامة وصحة الامريكيين هي الدور الاهم لأي ادارة مشيرا الى ان وزارة الصحة والخدمات الانسانية ستلعب دورا كبيرا للمساعدة في ضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية المضرة والمواد الملوثة والمبيدات الحشرية والمنتجات الدوائية والمواد المضافة للاغذية التي ساهمت في الازمة الصحية الكاسحة في الولايات المتحدة هذا وقل رئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب ان لجنة الكفاءة الحكومية التي سيرأسها الملياردير الون ماسك ستصدر تقارير ضمن مهمتها الهادفة الى ترشيد عمل الحكومة الامريكية اوضح ترامب قبل ايام ان اللجنة سوف تقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة بشأن تقليص حجم الادارة وتبسيط القواعد التنظيمية وخفض الانفاق واعادة هيكلة الوكالة الاتحاديا ويعد هذا اول تفصيل جديد عن مخرجات اللجنة منذ الاعلان عنها في وقت سابق من هذا الاسبوع وفي مسعى لتحقيق الشفافية قال ماسك ان اللجنة ستنشر اجراءاتها من اجل النقاش العام الآن مشاهدين دعونا نرحب بمراسل الحرة في البيت الابيض هشام برار هشام اهلا بك هشام بعد هذه الاسماء التي اعلنت ما هو الاحصاء الآن ما هي الاسماء التي تم اقتراحها للتعيين وطبعا تمكن حتى الآن الرئيس المنتخب دونالد ترامب من اختياري الفريق بشكل تقريبا شبه كامل بقي وزير الخزانة او المرشح لمنصيب وزير وزيرة الخزانة حتى الآن لم يعلن منصب في غاية الاهمية لكن بالستناء الحقائب المهمة والتي سيكون لها الدور في عمل الرئيس لما يصبح رئيسا في العشرين من يناير هنا في البيت الابيض سواء الفريق القريب منه في الجناح الغربي للبيت الابيض الذي يعنى بادارة الشؤون السياسية وتسيير عجلة البيت الابيض تمكن من جمع فريق واسع من المقربين اليه من الاشخاص الذين عملوا داخل حملته وايضا من اعضاء في الكونغريس الذين اظهروا الاخلاص للرئيس دونالد ترامب بعد مغارضة ادارته للبيت الابيض في عام 2021 هناك طبعا حقائب وزرية مهمة حظيت بتأييد بقبول من القيادات السياسية في الكونغريس في مشيوخ المعنى بتثبيت هذه التعيينات للوزراء ماركو بيو مثلا لوصيب وزير الخارجية هناك ايضا مايك وولز الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الامن القومي منصب لا يحتاج إلى تثبيت تعيين في مجلس الشيوخ لكنه ايضا من الاسماء المألوفة والتي تحظى باحترام قيادات رسمية جمهورية لكن ما اثار جدلا واسعا وقسم الجمهوريين هما تعينات اخيرة لسيما تعيين بيت هاكسات لمنصب وزير الدفاع اكبر وزارة من حيث الميزانية في الولايات المتحدة ووجه الكثير من الانتقادات لفتقار الخبرة رغم انه عمل في الجيش الامريكي على مدى عقدين من الزمن تقريبا وخدم في العراق وفي افغانستان مات جيتس النائب الجمهوري عن ولاية فوريدا حتى قبل يومين عبد المستقال الذي يواجه تحقيقات من لجنة الاخلاقيات في مجلس النواب قلت لحظة فقط مايك جونسون في تحرك ايجابي لصالح مات جيتس قرر وقال انه سيعارض كشف تقرير هذه اللجنة بشأن اخلاقيات مات جيتس والاتهامات المرجع اليه فيما يتعلق بسلوكات جنسية مع قاصرات الى غير ذلك طبعا يواجه المجلس الشيخ والذي المكلف بتثبيت هذا التعيين يقسم الجمهوريين فاجأ الكثيرين ترامب خشج الفاجأ الكثيرين بهذا الاختيار وايضا تالسي جابرت التي اختارها لتكون مديرة الاستخبارات الوطنية جهاز مكتب يشرف على 16 جهاز استخبارات امريكي بما فيها المرتبطة بـ CIA وكالة الاستخبارات المركزية وايضا الاستخبارات الدفاعية في ناقر وزارة الدفاع كلها طبعا هذه التعينات الاخيرة تجعل هذا الجدل قد يدفع الرئيس المنتخب الى خيار لوح به وحدنا عنه سابقا هو تجوز مجلس الشيخ والقيام والمضي قدما بوضع هؤلاء الاشخاص في مناصبهم عبر تعيينات خلال فترة عطلة مجلس الشيخ الامريكي لذلك يحتاج الى تعاون من قيادات الجمهوريين وهو ايضا ما طالب به طيب هشام في هذه النقطة تحديدا عادة كيف تسير عملية التعيين قانونيا في الولايات المتحدة حتى تمر وتصل الى مجلس الشيخ ثم تذهب الى البيت الابيض وطبعا ما يحدث هو ان الفريق الرئيس الامريكي المنتخب يتم يقوم بتحضير المرشحين التحري في خلفيتهم القانونية التحري وتحضيرهم لربع الاسئلة في كل شيء والتدقيق في اي تصريحات سابقة لهم في اي مواقف سابقة لهم يتم وعالجتها من فريق سياسي وقانوني لتجهيزهم وجعلهم يكونوا اكثر استعدادة لمواجهة الاسئلة لاسيما من المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيخ في اللجان المعنية اذا كان يتعلق بالدفاع فستكون امام لجنة شؤون القوات المسلحة او لجنة العلاقات الخارجية مثلا فيما يتعلق بماركو روبيو مكمور الشحر منصب وزير الخارجية هذه التعينات هذا التثبيت هو العادي انه يقدم هذه التحريات يتم اجراؤها ثم يمثلون امام جلسة استماع تتم مساعلتهم يتم تصويت من قبل لجنة على تثبيت التعيين الخيار الاخر اللي استخدمه رؤساء سابقون لكن لم يستخدمه في حقائب كبرى مثل حقائب وزارية هو التعيين خلال عطلة الكونغرس الامريكي هذا دوسدوريا يسمح للرئيس الامريكي بالقيام بذلك ما يسمح له بالاحتفاظ بهؤلاء العضاء في حكومته لفترة لتجاوز الفترة التشريعية لمجلس الشيخ وهو سنتين بحلول انتخابات المجلسية في العام 2026 لكنه لذلك ايضا يحتاج الى مجلس الشيخ ان يعلن او يصويت على العطلة وان يحد من قدرة اي عضو ان يطلب جلسة استثنائية التي تكسر العطلة التشريعية ما يجعل هذا التعيين باطلا شكرا جزيلا هشام برار مراسل الحرة في البيت الابيض على هذه التفاصيل لان مشاهدين دعونا نفتح النقاش حول هذه التعيينات معنا من بوستن سيد راين وليامز مستشار استراتيجي في الحزب الجمهوري وهو المتحدث السابق ايضا باسم ميت رومني مرحبا بك سيد وليامز معنا في هذا البرنامج انت مستشار استراتيجي دعني اسألك من ناحية استراتيجية ما هي الاستراتيجية التي اتبعها الرئيس المنتخب ترامب في اختيار هذه الاسماء بدقة اعتقد انه يختار الناس الذين يحبهم والمخلصين له لا توجد استراتيجية وراء ذلك مات جيتس غير مؤهل ان يكون وزيرا للعدل وحاكسيث هو خيار غير جيد هذه ليست خيارات نموذجية بالتأكيد هناك مشاكل في مجلس الشيخ ولكنه اختار اناس قوياء مثل روبيو لوزارة الخارجية بيرجمان سيكون وزيرا جيدا للداخلية وايضا جيبورد ستكون جيدة كمديرة للاستخبارات الوطنية اخذين بعين الاعتبار بعض الملاحظات بشأن روسيا وايضا جلوسها مع دكتاتوريين مثل الاسد عندما كانت في الكونغرس ولكن اذا كان الاختيار يتم بناء على الولاء الا يعيق ذلك عمل الحكومة ربما في المستقبل لنقص الكفاءة كما قلت سيد وليمز نعم يمكن ان نرى او اعتقد ان الناس قلقون بشأن بعض هذه الاختيارات وهل قادرون على اداء وظائفهم ربما جيتس هو الاكثر سوءا من المختارين هو لم يكن مدعيا عام عموميا ولم يقم بادارة وزارة العدل ولكنه مخلص لترامب وترامب طبعا غاضب ووزارة العدل لاحقت الرئيس ترامب وقاضته نتيجة لمواضيع تتعلق بالوثائق وقضايا اخرى عندما ترك الرئاسة مرتبطة بالسادس من يناير هو غاضب على الوزارة ويريد ان يضع شخصا مخلصا له او مواليا له ثم يبدأ من جديد طب ماذا بشأن وزارة الدفاع هل اصاب ترامب الهدف خصوصا وان الرجل كان محاربا وكان ضمن الجيش الامريكي وشارك في العراق وفي عدة حروب سابقة للولايات المتحدة نعم خدم في الجيش ولكن ليست لديه اي خبرة في ادارة وزارات وزارة الدفاع او وكالات دفاعية هو عادة وزير الدفاع يأتي من بين الضباط في وزارة الدفاع اعتقد انه خيار مثير الاهتمام ربما يواجه بعض المشاكل في تثبيته ولكن ربما لديه بعض الخبرة كمرشح بالمقارنة مع اخرين في الماضي طيب في ظل الخلاف والانقسام حتى داخل الحزب الجمهوري حول هذه الاسماء هل ترى انه من الممكن ان يعيد رئيس المنتخب ترامب النظر في هذه الاسماء وفي بعض الحقائب الوزارية على سبيل المثال العدل وما إلى ذلك فقد ان علينا ان نفكر في احتمال عدم تثبيته هناك 53 جمهوري و47 ديمقراطي في مجلس شيوخ الديمقراطيون سيصوتون ضده وربما يكون هناك ثلاثة من المنشقين الجمهوريين وهؤلاء معتدلين نسبيا وربما يصوتون ضده ربما اذا كان هناك سيناتور جمهوري اخر فيبدو ان جيتس سيواجه مشاكل هناك او هناك جمهوري غير مخلص جدا لترامب مثل الاخرين اذا خسروا اكثر من ثلاثة ربما يقوم ترامب بسحب الترشيح او يخسر جيتس التثبيت امام مجلس الشيوخ قد ذلك فيما يتعلق بالتثبيت امام مجلس الشيوخ ولكن ماذا لو فعلها ترامب كما يقول في بعض المرات ان يعين هذه الاسماء في اجازة الكونغرس هو طلب ذلك طلب ان يقوم مجلس الشيوخ باخذ استراحة ولكن مجلس الشيوخ عليه ان يوافق على ذلك لا اعتقد انهم سيفعلون هذا اعتقد انهم يريدون ان يكون لهم قوة وسلطة لدى الرئيس لا يمكن ان يؤجلوا الترشح لسنة اعتقد ان السيناتور رجل ذو مبادئ ومحافظ ولن يقوم باعلان عطلة لمجلس الشيوخ حتى يتمكن ترامب من ترشيح المولين له وتثبيتهم كما يحدث عادة في بداية كل ادارة طيب سيد وليمس بالحديث اليوم عن لجنة الكفاءة الحكومية كيف سيكون شكلها برأيك خصوصا مع بدء الحديث عن انها ستتم بشأن تقليص حزم الادارة وتبسيط القواعد التنظيمية وما الى ذلك وما يتعلق بالاقتصاد هل هي اقتصادية بحتة ام ايضا ستتدخل كذلك في شكل الادارة وهيكلة الادارة هذا ليس له اي قوة تنظيمية وانما هي لجنة عادية والرئيس ترامب يعيرها الكثير من الانتباه قد ترفع بعض التوصيات ولكن هذه ليست وكالة حكومية رسمية لها سلطات وانما لجنة استشارية علينا ننتظر ونرى ولكن اعتقد انها سترفع توصيات بشأن تخفيض بعض الانفاقات هناك مثلا اقتراح باغلاق وزارة التعليم التي لا يراها الرئيس ترامب مفيدة قد ترفع الكثير من التوصيات هل ستنفذ علينا أن ننتظر ونرى ما هي اهمية وجود الرجل ماسك على رأس هذه اللجنة هذا يجعلها مهمة فهو ذنفوذ لدى ترامب وداعمه ربما هو اقوى مستشار خارج الحكومة للرئيس ترامب واعتقد انه سيجعل وكالة الكفاءة الحكومية اكثر اهمية ايضا هو معتاد على العثور على طرق لجعل الاعمال اكثر كفاءة هو في تويتر فصل الكثير من الموظفين وقام بتغيير مصارها ربما تكون هناك اقتراحات مهمة لان ماسك قريب من الرئيس ترامب الذي يستمع اليه سيد وليمز اخيرا وفي اقل من دقيقة ما هو توقعك لشكل الحال في الولايات المتحدة خصوصا مع هذه الادارة الجديدة رئيس رجل اعمال نائب الرئيس رجل اعمال ايلون ماسك موجود فيفيك كذلك سيكون موجود بشكل او باخر اعتقد انه ستكون هناك خلطة مختلفة من الناس في الحكومة واعتقد انهم سيحاولون تغيير مصاري الحكومة نعم اشكرك شكرا جزيلا من بوستن سيد راين وليمز مستشار استراتيجي في الحزب الجمهوري شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة نقلت وكلة رايترز عن مصدرين مطلعين قولهما ان الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لالغاء الاعفاء الضريبي المقدر بسبعة الاف وخمسمائة دولار المخصصة لشراء السيارات الكهربائية كجزء من تشريع اوسع للاصلاح الضريبي الغاء الاعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية يرى البعض انه ربما يشكل عواقب وخيمة على القطاع في وقت كانت دارت بايدن تسعى لتعزيز مكانة امريكا في هذا المجال لا سيما في ظل منافسة صينية قوية لتفاصيل حول هذه الخطوة من واشنطن معنا ميشيل غندور مراسل الحرة ميشيل اهلا بك ميشيل ما هي الاعفاءات الضريبية التي ستلغى بحسب المعلومات المتوفرة حتى الان خصوصا اضافة الى هذه المعلومة التي نقلتها رويترز الحسن يعني من المبكر الحديث عن تفاصيل ما ستقدم عليه ادارة ترامب في هذا المجال او في كل المجالات بالتحديد انه ما زال يضع الحكومة ويشكل الحكومة ويسمي الاشخاص للحصول على تثبيتهم من قبل مجلس الشيوخ الامريكي لأشروع بتطبيق ووضع البنود العريضة للسياسة الاقتصادية والخارجية والداخلية وما الى ذلك وبالتالي من المبكر القول ان هناك قرارات حاسمة ستتخذ في هذا المجال ونعرف ان الرئيس ترامب له مواقف عديدة تتعلق بالاقتصاد تتعلق بالسياسة الخارجية وما الى ذلك وهي تختلف عن سياسة الادارة الحالية للرئيس بايدن ولكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بشكل عام الحسن هذه السياسة ستكون مختلفة عن سياسة ادارة الرئيس بايدن وفريق العمل الذي يشكله الرئيس ترامب بالطبع يختلف عن فريق العمل الحالي وله مواقف ثابتة وقوية تجاه العديد من القضايا اخذنا وزير خارجية المعين او المسمى من قبل الرئيس ترامب وهو ماركو روبيو السيناتور عن ولاية فلوريدا اضافة الى مايكل وولز مستشار الامن القومي ووزير الدفاع الجديد بيتر هكسر اضافة الى مدير الوكالة الامريكية للمخابرات كلهم يسيرون في موقف واضح فيما يتعلق بالتحلف مع اسرائيل وتعزيز اسرائيل فيما يتعلق بسياسة الضغط على ايران ووكلائها في المنطقة فيما يتعلق بالموقف من الصين من تايوان من الحرب في اوكرانيا وضرورة انهائها طيب هنا نقطة اعذرني على المقاطعة ميشيل فيما يتعلق بالحرب على اوكرانيا لانه الان هناك تصريح يعني صرح به زيلنسكي وقال بان الحرب في اوكرانيا ستنتهي في فترة ترامب يعني لو نفصل اكثر في هذه السياسة التي ربما تنتهجها ادارة سيد ترامب في انهاء الحرب في اوكرانيا نعم لنذكر الحسن بما قاله الرئيس المنتخب ترامب خلال حملته الانتخابية قال عدة مرات انه في حل فوزه بهذه الانتخابات فانه سينهي الحرب في اوكرانيا في غدون المهلة المتبقية لوصوله الى البيت الابيض اي في العشرين من يناير المقبل اي في غدون شهرين وهو وكما ذكرت معلومات لم تؤكد تماما انه شرع بالاتصال بالعديد من الاطراف تحدث مع الرئيس الروسي بوتين ولكن لم نقرأ اي قراءة لهذا الاتصال كما اتصل بالرئيس الاوكراني زيلنسكي وبالطبع يبحث معهم في كيفية انهاء هذه الحرب وكان قد تحدث ايضا عدة مرات انه ان اوكرانيا لن تعود الى ما كانت عليه حدودها في السابق ويقر بان لروسيا مصالح معينة في اوكرانيا ولكن لم يرسم خطة واضحة بعد حيال كيفية انهاء هذه الحرب فيما يتعلق بايران ايضا هناك معلومات ترددت في الساعات الماضية ان ايلون ماسك وهو احد اكبر مستشاري والمقربين من الرئيس ترامب اجرى لقاءا مع مسؤولين ايرانيين في نيويورك هذه المعلومات لم تؤكد من قبل حملة ترامب حتى هذه الساعة او من قبل ايلون ماسك وبالتالي يسعى الرئيس ترامب وقبل وصوله الى البيت الابيض ان يجس نبض كل الاطراف الدولية لمعرفة الخطة التي يريد السير بها ان كان مع ايران او مع الصين او مع اوكرانيا وروسيا او مع كل الملفات الدولية المطروحة في ظل حروب شدوى الشرق الاوسط واستعداد الصين ربما لقدم طيوان في المستقبل ليس ببعيد وغيرها من القضايا الدولية الحساسة ولكن الخطوط العريضة تقرأ من الاشخاص الذين عينهم دونالد ترامب حتى هذه الساعة في الحكومة وهؤلاء الاشخاص متشددون تجاه العديد من القضايا كما ذكرنا الصين ايران كوريا الشمالية فينزويلا كوبا الشرق الاوسط ايران كما قلنا حزب الله وحماس وغيرهم من مقر وزارة الخارجية الامريكية ميشيل غندور شكرا جزيلا لك في ولاية فلوريدا تعد مدينة سانت عوكستين ها اقدم المدن التي اسسها الاوروبيون في الولايات المتحدة وابرز ما يميز هذه المدينة شكل بنياتها المستوحى من الهندسة الاندلسية والتي اضيفت للسجل الوطني الامريكي للاماكن التاريخية في عام 1993 وانت تتجول في شوارع سانت عوكستين لا شيء يوحي لك بانك في مدينة امريكية فالهندسة المعمارية للبنايات والازقة تشبه كثيرا المدن الاسبانية خاصة العتيقة التي لديها تاريخ مرتبط بالفترة الاندلسية سانت عوكستين هي اقدم مدينة في الولايات المتحدة مما يعني اننا سبقنا جينستاون المستوطن البريطاني ب42 عاما وسبقنا البيلجريمز ب55 عاما نحن اقدم بكثير من المستعمرات البريطانية هنا عقد اول قداس كاثوليكي رسمي في الولايات المتحدة واول قداس يوناني ارثوذكسي واول مجتمع من الاشخاص السودي الاحرار سانت عوكستين التي تقع في شمال شرق ولاية فلوريدا تعتبر اقدم مدينة اسسها الاوروبيون في امريكا انشأها المكتشف والبحار الاسباني بيدرو مينينديس دي افاليس عام 1565 لغالب الا الله عبارة منقوشة على واجهة هذا المتحف في مدينة سانتوكستين والسبب ان مهندس هذه البناية استلهم تصميمه من قصر الحمراء الموجود في مدينة غرناطا الاسبانية فيلا زوريدا المعروفة ايضا باسم قصر زوريدا هي بناية شيدت في عام 1883 من قبل رجل الاعمال فرانكلين سميث وهي مستوحات من قصر الحمراء في غرناطا الاسبانية اطلق عليها سميث اسم فيلا زوريدا نسبة لإحدى الاميرات في حكايات قصر الحمراء لواشنطن ايرفينغ هنا عدة مباني ذات هندسة اندلسية لانها بنيت خلال القرن التاسع عشر وانذاك كان هذا النوع من الهندسة شائعا في هذه المدينة ذات الهوية الاسبانية لذلك اراد المهندسون وقتها ان تكون الكثير من المباني مستوحات من الهندسة الاندلسية تم بيع المبنى وجزء من التحف الفنية التي كان يملكها فرانكلين سميث الى ابرهام مسلم وهو تاجر سجاد وآثار سوري الاصل في عام 1913 وفي سنة 1993 أضيفت هذه البناية المميزة الى السجل الوطني الامريكي للاماكن التاريخية ريدا بوشافرا الحرة سينتوغستين فلوريدا حصل الجمهوريون على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب الامريكي مما يزيد من سيطرة الرئيس ترامب على مقاليد الحكم إليك زينة لبعرفة التفاصيل شكرا الحسن بالفعل حصل الجمهوريون على ما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلس النواب الامريكي ليكملوا بذلك اكتساح الحزب للسلطة ويدمنوا سيطرتهم على الحكومة الامريكية بجانب رئيس المنتخب دونالد ترامب يتألف الكونغرس الامريكي من مجلس النواب الذي اختار الناخبون خلال الاقتراع الحالي أعضاه الاربعمائة والخمسة والثلاثين بالكامل وأيضا مجلس الشيوخ والمؤلف من مئة مقعد تم تجديد أربعة وثلاثين منها هذه السنة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية أدى فوز الجمهوريين في ولايتين أريزونا وكاليفورنيا التي شهدت تباطئا في الفرز في وقت سابق من يوم الأربعاء إلى حظ الحزب الجمهوري مئتين وثمانية عصر مقعدا في مجلس النواب وهو ما يشكل أغلبية كما نجح الجمهوريون في استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعينات الرئيس مثل السفراء وعضاء الحكومة والمحكمة العليا فإن كل القوانين التي تشمل أموالا يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب بإعلان فوزهم رسميا بالأغلبية في مجلس النواب بات الجمهوريون يهيمنون بشكل كامل على المؤسسات التشريعية وتنفيذية في الولايات المتحدة مما يتيح لرئيس تمرير أجندته بشكل فعال دون الكثير من المعارضة بالتالي فإن هيمنت الجمهوريين تعني أنهم في وضع يسمح لهم بفرض الخطط ومساعدة ترامب على الوفاء بوعوده على الأقل لمدة عامين حتى انتخابات التجديد النصفي في عام الفين وستة وعشرين الحزب الجمهوري يعرف الحزب الجمهوري الأمريكي اختصارا بـ جي أو بي ويتخذ من الفيل رمزا له ويعتبر بديلا عن الحزب اليميني ومنافسا للحزب الديمقراطي تأسس الحزب الجمهوري عام الف وثمانمائة واربعة وخمسين من بعض المنشقين الشماليين عن الحزبين اليميني الويغ والديمقراطي المناهضين لوضعية الرقئنذاك ومطالبات الانفصال الاقليمية معتمدا سياسات ادت الى تحرير الامريكيين من اصل افريقي من العبودية الحزب مبني على اتجاهين كبيرين هما المحافظون والليبراليون وداخل كل اتجاه يوجد العديد من التيارات الحزب الجمهوري مدرج ضمن احزاب يمين الوسط لانه محافظ في الجوانب الاجتماعية وليبرالي في الشؤون الاقتصادية يعتبر الحزب الاسواق الحرة وعمل الفرد من العوامل الاساسية وراء الازدهار الاقتصادي ويطالب بعدم التدخل في الاقتصاد وتعزيز المسئولية الشخصية على برامج الرعاية الاجتماعية من ابرز الرؤساء الجمهوريين ابراهام لينكن ورونالد ريغن الذي كان له دور في انهاء الحرب الباردة مع روسيا وريتشارد نيكسون الذي اجبر على الاستقالة بسبب فضيحة ووتر جيت وجورج بوش الاب وجورج دابليو بوش الابن خلال حكم الحزب للبلاد اندلعت الحرب ضد الارهاب في افغانستان عقب هجمات سبتمبر الفين وواحد وبعدها بدأت الحرب في العراق قال جوم باول رئيس البنك المركز الامريكي ان المجلس لا يحتاج الى الاسراع بخفض اسعار الفائدة وذلك بسبب استمرار النمو الاقتصادي وسوق العمل القوية والتضخم الذي اشار الى انه مازل فوق المعدل المستهدف والبلغ 2% وفي تصريحات تتمشى مع توقعات في الاسواق المالية بخفض اسعار الفائدة بمعدل اقل العام المقبل اكد قال ان صنع السياسات في البنك المركزي يرون ان التضخم يتحرك في مسار اثنين بالمئة المستدام مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية الى ظروف اكثر اعتدالا واوضح ان وطيرة خفض الفائدة ليست محددة سلفا وان الاقتصاد الحالي يوفر القدرة على اتخاذ قرارات بعناية موشيرا الى قوة الاقتصاد الامريكي حاليا بما في ذلك انخفاض معادل البطالة الى اربعة فاصلة واحد من العشرة في المئة ونمو سنويا قدره اثنين فاصلة خمسة من العشرة بالمئة وقال باول ان البنك المركزي مازال واثقا في استمرار عملية خفض التضخم لكنه ايضا يقف على اهبة الاستعداد مراقبا امورا مثل تكاليف الاسكان من العاصمة واشنطن معنا مراسلون علي جمال الدين علي اهلا بك اذا ما تحدثنا عن سيطرة الجمهوريين على المؤسستين التشريعية وتنفيذية في الولايات المتحدة ماذا يمثل ذلك على ارض الواقع الجمهوريون يعني لاحظنا انهم يسمون ذلك بانه تفويض للحكم يعني ليس بالضبط مفهوما ما ما معنى هذا المفهوم ولكن هم يعتقدون ان لديهم صلاحيات واسعة هناك نسبة ضئيلة جدا من المعارضة خصوصا ان ابرز منتقدي الرئيس ترامب لم يعد لهم مقاعد في الكونجرس الامريكي بمجلسه المتوقع بحسب المحللين هو سهولة او يعني التصديق على الترشيحات الخاصة بالرئيس دونالد ترامب بسهولة اكبر في الكونجرس الامريكي وهذه خطوة مهمة يعني ربما يعني اهم ما في هذه الترشيحات هي المثيرة للجدل مثل روبرت كينيدي المرشح لوزير الصحة والذي يعني يلقى معارضة كبيرة هناك بعض الترشيحات التي يعني تجد تأييدا واسعا مثل المرشح لوزارة الخارجية لكن هناك الكثير مما يعني تحمله اجندة دونالد ترامب المعلن عنها خلال حملته الانتخابية سوف لن تجد تلك المعارضة التي كانت متوقعة داخل الكونجرس بسبب الاغلبية المريحة في الكونجرس الامريكي ايضا هناك نقطة مهمة يشير اليها المحللون وهي التعطيل الذي تواجهه عملية الانتقال التقليدية للسلطة بسبب رفض فريق ترامب التوقيع على الاتفاقيات الفيدرالية الخاصة باستلام المكاتب داخل البيت الابيض وهي اتفاقيات تطلق العنان لمسؤولي الاف بي اي لفحص سجلات المرشحين للمناصب التنفيذية العليا وهذا يعني ايضا المزيد من الوقت ربما قبل استلام هذه المكاتب الادارة الفيدرالية تقول انها لم تتلقى حتى الان الاقتراحات الخاصة من جانب حملة ترامب بالاتفاقية الجديدة التي يرغب في طرحها بدلا من الاتفاقية التقليدية المطورة في دقيقة واحدة او اقل نتحدث عن تصريحات رئيس البنك المركزي الامريكي انه لا حاجة الى الاسراع بخفض اسعار الفائدة العوامل التي اعتمدها في هذا التصريح وكيف سيؤثر هذا القرار بالتالي على الاسواق البنك المركزي منذ فترة وهو يحاول كبح جماح معدلات التضخم الكبيرة في الولايات المتحدة والتي ظهرت بعد عملية بعد الاجراءات التي اتبعها في اعقاب جائحة كورونا عن طريق التحكم في معدلات الفائدة يعني تم عدم التغيير معدلات الفائدة لفترة طويلة ويريد البنك المركزي الحفاظ على المكتسبات تم منذ عدة اشهر كسر موجة من التضخم كسر اكبر موجة من التضخم واجهتها الولايات المتحدة في اعقاب ظاهرة الكساد الكبيرة وهي حاول البنك المركزي او الاحتياط الفدرالي كبح هذه الموجة من خلال التحكم في معدلات الفائدة الآن يواجه الاحتياط الفدرالي ضغوط من الحكومة الجديدة او من الادارة الجديدة التي تتجه الى السلطة وبتحريك هذه الاسعار لدفع الاستثمار قدما نكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا لك كنت معنا من العاصمة الامريكية واشنطن مراسلنا من هناك علي جمال الدين انفاق واشنطن العاصمة هي شبكة من الانفاق تحت الارض والتي تربط بين العديد من المباني الحكومية والمراكز الحيوية في المدينة المزيد عن هذه الانفاق واسرارها مع الزميل رأوف تحت قبة الكابيتول يجتمع المشرعون الامريكيون للنقاش واقرار القوانين ورسم السياسات الداخدية والخارجية للولايات المتحدة لكن تحت ذلك كله مجموعة انفاق وطرق ومكاتب تخدم المشرعين الامريكيين بشكل يومي العديد من تلك الانفاق تصل المباني الحكومية المحيطة بالكابيتول من دون الاضطرار للخروج الى الصدح ومن دون التغاضي عن قيمتها في مساعدة المشرعين والموظفين على الهروب الى بر الامان اثناء الازمات الممرات التسعة عشر تتفاوت في الحجم والطول حيث تتراوح تلك المخصصة للمشاد بين ثلاثة امتار في العرض بينما يصل طولها الى كيلومترين في حين ان انفاق السيارات او العربات الكعربائية يمكن ان تصل في عرضها الى عشرة امتار وتمتد على مسافة خمسة كيلومترات كاملة في حين تشير الوتائق الى ان اقصى عمق وصلت اليه تلك الانفاق يصل الى مائة متر تحت الارض لكن السر الاكبر يكمن على مقربة من الكابيتول وتحديدا فيما يقع تحت البيت الابيض حيث تشير جميع المعلومات الى شبكة انفاق واسعة تحت المبنى الاكثر امانا في العالم بعد هذه الجولة في انفاق العاصمة واشنطن تحت الارض هذه عودة الى الحسن اليك شكرا زيناء مشاهدين دعونا في هذا الشق نناقش الجانب الاقتصادي بعد هذا الفوز للحزب الجمهوري وللرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب المزيد من التحليل والنقاش حول المشهد الاقتصادي المتوقع في عهد ترامب ينضم الينا من نيويورك السيد علي خوجمان الخبير المالي والمحلل الاقتصادي مرحبا بك سيد خوجمان معنا في هذه الساعة وفي هذا البرنامج في البداية برأيك وانت محلل اقتصادي كيف ستتفاعل اقتصادات العالم بما فيها الاقتصاد الامريكي بعد استلام الادارة الامريكية خصوصا بعد تفاعلها عندما تم الاعلان تغيرت الارقام في البيتكوين والاسهم وما الى ذلك هذا صحيح شكرا للدعوة الاقتصاد الامريكي تأثر على المستوى العالمي بالتأكيد واي فعل اقتصادي في امريكا يؤثر على الاقتصاديات الاخرى لانه الاقتصاد الاول واكبر مستهلك وتجارة كبيرة بين اوروبا وصين وامريكا وبالطبع في اي وقت يشعر المستهلك بالراحة هذا يعني ان هناك الكثير من الاستيراد وهذا يفيد كل قطاعات التصنيع في انحاء العالم ايضا امريكا لها تأثير جيوسياسي في العالم مثلا ما اتفائل بشأنه هو العلاقة بين ترامب وبوتين ويستطيع ان يكون له تأثير على اوكرانيا وروسيا وربما نأمل في حل سلمي لان العالم تأثر من هذه الحرب واذا وصلنا الى حل سلمي فسيكون له تأثير على اوروبا وباقي العالم مرة اخرى السلام هو الذي يحفز على المزيد من الاستثمار والثقة في الاقتصاد العالمي اه طيب اضافة طيب وصلت هذه النقطة اضافة سيد الكريم الى السلام وإيقاف الحروب كذلك تقليص الصرف الحكومي ذلك ما يتحدث عنه الرئيس المنتخب ترامب وكذلك ايلون ماسك وايضا الاعضاء في الحكومة كيف سيكون برأيك شكل هذا التخفيض ليس من الممكن ان ينعكس ربما سلبا على وظائف بعض المواطنين بالطبع ولكن لا اعتقد ان هذا او ان تخفيض النفقات سيؤدي الى كفاءة نعرف ان الكثير من الحكومات لا توجد بها كفاءة لو كانت هناك عمليات جيدة ربما نوفر بعض المال الذي ينفق في قطاعات اخرى حاليا نحتاج الى كل شيء في امريكا بالنسبة لي التأثير هنا عندما يكون هناك تخفيض في الضرائب يكون هناك تأثير اكبر على الاقتصاد في امريكا ومرة اخرى ستكون هناك زيادة في الديون كيف تغطي هذا كيف تبني ثقة في الاقتصاد والديون ستكون مشكلة من ناحية الحكومة الفيدرالية وتكلفتها هذا سيكون ايجابيا على المدى الطويل مرة اخرى الناس العمليين مثل ايلون ماسك واخرين هؤلاء لديهم خبرة جيدة في العمل واعمال ناجحة واظهروا كيف يمكن ان يأخذوا بعض الاعمال من الصفر الى افاق عالية اعتقد ان التأثير سيكون ايجابيا على الانفاق الفيدرالي اها ولكن الا ترى ان هناك اختلاف بين ادارة الشركات وادارة الدول باعتبار ان الشركات يركز صاحب الشركة على المصلحة الشخصية بينما الدول تركز كذلك على مصلحة الدولة والفرد كذلك انا اتفق معك كلية ولكن تذكر عندما لا تكون هناك كفاءة يكون هناك تبذير للمال ولا احد يستفيد وكأنك تعطي منح وعطايا اجتماعية ولكن اذا كانت هناك عملية تتسم بالكفاءة فيمكن ان تقوم بزيادة التأثير وهذا مهم لا يوجد بصورة اساسية حل مثالي ولكن جلب رؤية مختلفة الى العمليات الفيدرالية سيكون لها تأثير هذا مؤكد والطريقة التي يقومون فيها بالعمل الآن لا اعتقد ان هناك الكثير من التبذير هناك اشياء قد لا تفيد الكثير من الناس لا اعتقد انها مثالية والهدف هنا هو توجيه المنزانية الفيدرالية في الاتجاه الصحيح وهذا يعود بالفائدة على الاقتصاد والمزيد من المواطنين اعتقد ان هذا هو الشيء المهم الذي يجب ان نوضحه وجلب خبراء الى العمل هذا يضيف قيمة وهذا ما نحتاجه نحتاج لهذا في الحكومة ايضا الانفاق يجب ان يكون في الاتجاه الصحيح طيب سيد خوجمان يعني في نقاط سريعة اريد ان اسمع رأيك فيها على عجالة في اقل من عشرين ثانية لو تكرم دعنا نبدأ بالنقطة الاولى التخفيضات الضريبية من سيستفيد منها الاعمال ستستفيد بالتأكيد وعندما تخفض الضرائب يكون هناك المزيد من الاموال للشركات كي تستثمرها تذكر هناك لوائح اقل وضرائب اقل وعندها الاعمال تستفيد اكثر وتكون هناك اموال للاستثمار في البنية التحتية وفي التوسع الاستثماري ايضا التروي بتخفيض اسعار الفائدة كيف ستفيد؟ تخفيض اسعار الفائدة نحن نخرج من التضخم والاقتصاد جيد وتخفيض سعر الفائدة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد اولا تذكر الاعمار في امريكا او البناء يخلق الكثير من الوظائف لان الناس مستعدة لشراء البيوت وهناك المزيد من الوظائف وخلق اعمال صغيرة وهذا يجعل هذه الشركات تحصل على قروض وتتوسع وتقوم بأعمال بحثية وتجلب الكفاءة إلى أعمالها وأيضا تكلفة رأس المال بالنسبة للمصارف سيكون أقل لأن سعر الفائدة أقل في أمريكا هناك استهلاك كبير للسيارات والمزيد من الناس سيشترون سيارات جديدة ومستعملة وستكون هناك المزيد من الوظائف وبدلا من الدفع نعم أقصاد شهرية سيكون هناك أموال أكبر نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا المعدر أنتهى الوقت سيد علي خجمان الخبير المالي والاقتصادي كنت معنا من نيويورك شكرا جزيلا لك على وجودك معنا ولاية بنسلفينيا تسمى ولاية الحجر الأساس لماذا؟ وما هي أهمية هذه الولاية على المستوى الوطني نتابع ولاية بنسلفينيا هذه الولاية واحدة من أعرق الولايات تاريخا في البلاد حيث تسمى ولاية الحجر الأساس كانت مصرحا للثورة التي أدت إلى استقلال الولايات المتحدة كما شكلت مهدا لوثيقة الاستقلال عام 1776 مدينة هارسبرغ هي عاصمة الولاية لكنها ليست الأكبر فالولاية تضم مدينة فلادلفيا سادس أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر منزلا لمليون ونصف المليون نسمة أكثر من 65% منهم من الأقليات لم تكن بنسلفينيا يوما معقلا صلبا لأي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هذه الولاية عادة ما تشهد تنافسا كبيرا ومتقاربا للغاية في جميع الاستحقاقات الانتخابية وكغيرها من الولايات تشهد المدن الكبرى سيطرة شبه كامل للديمقراطيين في حين أن سكان الضواحي والمناطق الريفية يحافظون على توجهاتهم الجمهورية بعيدا عن السياسة والاتخابات لا تعتبر بنسلفينيا التي تضم اليوم 13 مليون نسمة مركز ثقل هام في البلاد اقتصاديا على الأقل إذ تحتل مراكز متدنية في مختلف التصنيفات الرسمية وبالرغم من أن ترتيبها بقي سادسا من حيث الدخل الإجمالي الذي وصل العام الماضي إلى 923 مليار دولار فإن ترتيبها بين أقوى الولايات اقتصاديا لم يتجاوز المركز الثامن والثلاثين في حين احتلت المرتبة السابعة والأربعين لناحية الاستقرار المالي والسابعة والثلاثين من حيث سرعة النمو فلوريدا أو الأرض أرض الزهور الولايات الأقرب إلى كوبا ولذلك لطالما اعتبرت موطنة للهاربين من هافانا وتعتبر مقصدا رئيسيا لسياحة بسبب مناخها وشواطئها واحتضانها لديزني لاند المزيد في هذا التقرير ولاية فلوريدا الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للولايات المتحدة هي المشهورة بمناخها الاستوائي الدافئ وأعاصرها الصيفية تعتبر واحدة من أكبر مراكز الجذب في الولايات المتحدة حيث تساهم شواطئها الشهيرة ومنتجعاتها الفقمة ومراكز الترفيه فيها بجذب مائة مليون زائر سنويا يساهمون بشكل رئيسي في النمو الارتصادي هي ثالث أكبر الولايات المتحدة من حيث الاستقطاب السكاني إذ يسكنها ما يزد عن 22 مليون و250 ألف شخص غالبيتهم من البيض الذين يشكلون 71% من السكان بينما تبلغ نسبة الأمريكيين من الأصول الأفريقية 16% كغيرها من الولايات الجنوبية كانت ولاية فلوريدا تعتبر معقلا للحزب الجمهوري منذ منتصف القرن العشرين وصولا إلى اليوم لكن التغير السكاني في الولاية يغير قليلا من هذا الواقع حيث بات للديمقراطيين حصة كبيرة من مدن الولاية في حين يحتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على المناطق الريفية والضواحل اقتصاد فلوريدا في تطور مستمر إذ يصل الدخل الإجمالي للولاية إلى تريليون و300 مليار دولار سنويا ما وضعها العام 2023 في المرتبة الرابعة على مستوى البلاد والعاشرة بين أقوى اقتصادات الولايات المتحدة نسبة إلى عدد سكانها والمرتبة الثامنة من حيث سرعة النمو يترافق هذا النمو مع احتلال الولاية للمركز الرابع والعشرين في مستوى الوصول إلى الرعاية الطبية من أصل خمسين ولاية بينما يحتل مستوى التعليم الأساسي فيها المركز الرابع عشر في حين أنها تحتل المركز الأول على المستوى الوطني فيما خص حيازة الشهادات الجامعية حلقة اليوم انتهت الجمعة يتجدد اللقاء شكرا لكم على كربي وغطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع إلى اللقاء